موسيقى مشاركة مصرية فاعلة في قيمة تجامع بريكس كدولة عضو للمرة الأولى والرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر للتعاون بين الدول للتجامع مصر تواصل جهودها للتوصل اتفاق لوقف اطلاق النار بغزة بلقاءات مكثفة مع جميع الأطراف ميقاتي يعتبر العدوان على الصحفيين في حصبية فضل من فصول جرائم الاحتلال وابلينكين يؤكد ضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع في لبنان أفلسة مساء بتوقيت القاهرة 12 بتوقيت جرامتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم للمرة الأولى كعضو شاركت مصر في قمة التجامع بريكس التي انعقدت بمدينة قزان بروسيا الاتحادية مشاركة فاعلة كللتها كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام اجتماعات بريكس وبركس فلاس والتي بلولت رؤية مصر ومواقفها إذا أتجمع وسبل تعزيز التعاون بين دوله تؤكد مصر همية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتشير مشروعات اقتصادية والاستثمارية وتنموية مشتركة تؤمن مصر إيمانا راسخا بعمية تعزيز النظام الدولي وتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأبهزاتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية والضرمان القوي لحفظ الأمن والسلم الدولي عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة تجمع بريكس التي نعقدت بروسيا الاتحادية كان الرئيس السيسي قد شارك في جلستي عمل في إطار فعالية قمة دول تجمع بريكس كما شارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلاس والتي تضم بالإضافة إلى دول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع على مدار ثلاثة أيام شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قزان بدولة تاتارستان إحدى دول جمهوريات روسيا الاتحادية وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري هذا وقد استعرض السيد الرئيس خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إذا أعدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا وعلى هامش القمة عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من اللقاءات مع قادة وزعماء دول العالم الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس سيريل رامفوزا رئيس جنوب أفريقيا وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس مطار كازان عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة الغربية مشروعا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة جاء ذلك في إطار حرص قوات المسلحة لدعم قطاعات المجتمع المدني وتنسيق المستمر مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعي الثقافي والوطني لدى شباب مصر واستمرار المشاركة للقوات المسلحة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرية عددا من الندوات عن التحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم وفي إطار دعم القوات المسلحة لأبنائنا من قادرون باختلاف نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري معرضين لمنتجاتهم بدار الأسلحة والذخيرة ونادي التجديف بالسويس وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لطالما كانت مصر حصن القضية الفلسطينية على مر العقود ولا تزال جناحها الأمين الذي يحملها إلى كافة المحافل واللقاءات الدولية فلسطين قضية العرب وقضية مصر الأولى على مر التاريخ ومن أجلها سطرت ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت من السابع من أكتوبر عام الفين ثلاثة وعشرين وباتت محطتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكما كانت محطتها السياسية متتالية ولا تتوقف لنصرة القضية الفلسطينية لم تتوانى مصر لحظة ورغم أي معوقات عن دعم الشعب الفلسطيني المزيد حول تلك الجهود نرصدها لحضراتكم في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن القرار الذي تعتزم إسرائيل اتخاذه بحضر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ومنع وصول المساعدات التي تقدمها للفلسطينين سوف يكون له عواقب وخيمة شارت الصحيفة لأن القرار الإسرائيلي يجعل من الصعب عودة العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى سابق عهدها موضحا أن عواقب ذلك القرار سوف تكون وخيمة وطويلة المدى وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستند في قرارها إلى اتهام أون روا بأن عددا من موظفيها تورط في أحداث السابع من أكتوبر الماضي على الرغم من أن المجتمع الدولي مازال يرى أن أون روا هي الوسيلة الأفضل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين والتي تشمل الخدمات الطبية والتعليمية والغدائية ترجمة نانسي قنقر تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أغلقت قوات الاحتلال على مدر يومي الخميس والجمعة مع باركرم أبو سالم بشكل كامل والذي كانت تتسلم فيه الأمم المتحدة المساعدات لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة مزيد من التفاصيل يطلعنا عليها كاريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة هنا من العريش ورفح تتحرك الشاحنات المحملة بمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية وغيرها من اللوجستية متوجهة إلى معبر رفح المصري ثم تتحرك بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم اليوم قررت قوات الاحتلال إغلاق المعبر بشكل كامل لليوم الثاني على التولي وهو جزء من سلسلة الانتهاكات المختلفة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من منع لي المساعدات الإغاثية من الوصول بشكل عام بالإضافة لإستمرار القصف المستمر على مراكز الإيواء والمدنيين وغيرها من الإجراءات التي تنتهجها قوات الاحتلال لكن الأونروا أعلنت صباح اليوم أن قطاع غزة بشكل عام على أبواب المجاعة بسبب النقص وعدم تدفق المساعدات الإغاثية بشكل كامل من الناحية المصرية المجهودات المصرية لا تتوقف سواء في تحميل هذه الشاحنات الإغاثية وتحركها من معبر رفح المصري الذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى أما في الناحية الأخرى من ناحية كرم أبو سلم وناحية قوات الاحتلال بعد أن تتسلمها الأمم المتحدة تمنع قوات الاحتلال توزيع هذه المساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة أيضا الأونروا تحدثت عن أعداد كبيرة من النازحين اليوم وأيضا استهداف قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بعد أن توقف دخول المساعدات على الإطلاق إلى شمال قطاع غزة ونزوح حدد كبير من المصابين والأطباء داخل مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة كل هذه الإجراءات التي تنتهج قوات الاحتلال إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف إما بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو حتى باستضافة جميع الأطراف في الأراضي المصرية من أجل الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار هذه هي الصورة والآن أعود عليكم مرة أخرى اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على الصحفين في حاصبيا فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية هذا وأوضح ميقاتي أن العدوان المتعمدة على الصحفين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير لفتا إلى أن لبنان مصممة على وقف إطلاق النار وردع العدوان وتؤكد التزامها بالقرار 1701 دون تعديل من جانبه وصف وزير الإعلام اللبناني زيادة مكاري استهداف الصحفين اللبنانيين في الغارة الإسرائيلية على حصبيا بجريمة حرب من جهتها دعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحفيون في لبنان ورفع الصوت ضد التمادي الإسرائيلي من استهدافهم أو حتى غرف قريبة من بعضها البعض أعلن وزير الصحة اللبنانية فرس الأبيض توثيق 55 اعتداء إسرائيليا على المستشفيات منها 36 اعتداء استهدف المستشفيات بشكل مباشر ما أدى إلى إغلاق ثمانية منها وأوضح البيت الأبيض أن هناك 163 شهيدا و272 جريحا من القطاع الصحي منذ بدء العدوان الإسرائيلية لافتا إلى أن هناك 11 شهيدا وثمانية مصابين من الصحفين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين وثلاثة جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان يأتي هذا فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وديشون بالجليل الأعلى وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم سقوط شظايا اعترضات صاروخية في خليج حيفا وذلك دون إصابات أعلنت قوات اليونيفال تابع الأمم المتحدة أن جنود إسرائيليين أطلقوا النار على قواتها في بلدة الظهيرة جنوب لبنان وأضحت اليونيفال أن جنودها يؤدون مهامهم رغم طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينك إن هناك ضرورة ملحة حقيقية للتوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله وخلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفضي في لندن بحث الوزيران الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان مؤكدين أهمية إصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولبنان بشكل كاف ومستدام وتطبق القرار رقم 1700 واحد بالكامل بحث الوزيران أيضا ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة أكد مسؤول السياسة الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أن الاتحاد بسباق مع زمن في لبنان لتجنب توسيع رقعة الصراع وأوضح بارل أن استعادة السيادة لبنان تقتضي نشر الجيش في الجنوب لافتا إلى أن مصالح أطراف خارجية أحبطت تنفيذ القرار 1700 وواحد الذي ينص على وقف كامل للعمليات القتالية من الجنبين ومن ذلك سحب كل القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وخلق منطقة عازلة ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الغارات الإسرائيلية على الحدود تمنع فرار اللاجئين من لبنان إلى سوريا أضفت المفوضية أن نحو 430 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحملة الإسرائيلية مشيرة إلى أن الهجمات على المعابر الحدودية تشكل مصدرا قلق كبير فهي تقطع الطريق إلى بر الأمان أمام الفارين من الصراع ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين بأن النطاق الرد الإيراني سوف يعتمد إلى حد كبير على شدة الهجمات الإسرائيلية ووضحت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن المرشد الإيراني علي خمانئي أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلية مضيفة أن خمانئي أوجه بأن يكون الرد حاسما إذا ضربت إسرائيل البنية التحتية للنفط والطاقة أو المنشآت النووية أو استهدافت مسؤولين كبارا قال رئيس المجلس الأوروبي المنتهي ولياته تشار الميشال أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع لمزيد من التدقيق في المستقبل وأوضح ميشال أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من الموضوعات التي سيجر نظر فيها مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يجب علي أن يتجنب فخ المعايير المزدوجة إذا ما أراد ممارسة تأثير عالمي مؤكدا أن التكتل دعا باستمرار إلى احترام القانون الدولي انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث أصبح بإمكان النخبين في ثلاث ولايات الآن الوقوف في طوبير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصوتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين وسط ترقب عالمي انطلقت تصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس عليها كل من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دولا ترامب والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي كاميل هاريس حيث أصبح بإمكان النخبين في ثلاث ولايات الوقوف في طوابير بمراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرارة في الخامس من نوفمبر وقررت السلطات الأمريكية فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبها ويمكن لناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا الاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد ومن المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى الثاني من نوفمبر ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين ورغم أن جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد إلا أن سلاسة ولايات فقط وهي ألباما وميسيسيبي وليوهامشير لا تتيح التصويت الشخصي المبكر ولكنها تقدم خيارات خاصة للناخبين الذين لا يستطيعون الحضور إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات لأسباب محددة غيابية مثل المرض أو السفر ففي ألباما يتعين على الناخبين تقديم عذر مقبول مثل الإصابة أو الإعاقة أو تواجدهم خارج البلاد للتصويت غيابيا وأما في ميسيسيبي فالتصويت الغيابي متاح فقط للناخبين فوق الخامسة والستين أو الذين لديهم ظروف تمنعهم من الحضور إلى مراكز الاقتراع وفي نيوهامشير يسمح بالتصويت الغيابي لمن لديهم أسباب مثل العمل أو الدراسة في الخارجة وأسباب صحية وكشف استطلاع للرأي أن ترامب يتقدم بفارق نقطتين عن الناخبين الأمريكيين العرب عن منافسته الديمقراطية كاميرا هاريس ووفقا الاستطلاع تقدم ترامب على المرشحة الديمقراطية بنسبة 45% مقابل 43% بين الأمريكيين العرب رغم أن هؤلاء الناخبين يرون أن الرئيس السابق أكثر دعما للحكومة الإسرائيلية من الإدارة الحالية معربين عن ثقتهم في قدرة الرئيس السابق على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مقارنة بهاريس بدأت كل من الهند والصين تنفيذ اتفاق لإنهاء المواجهات العسكرية على حدودهم المتنازع عليها في جبال الهيمالايا قال مصدر حكومي هندي أن قوات البلدين التي كانت تقل وجها الوجهة في نقطتين على الحدود غرب جبال الهيمالايا بدأت في الانسحاب ما يبشر بنهاية المواجهة ويمثل هذا الاتفاق أكبر تحصن للعلاقات بين العملاقين الأسيويين منذ الاشتباكات الدموية بين قواتهما وذلك قبل أربع سنوات أكد الرئيس التايواني لاي تشانغ تي أن بلاده لن تتراجع في الدفاع عن أراضيها وقال لاي إننا لن نتخلى عن أي شبر من أراضينا في إشارة إلى الجزر الثلاثة التي تسيطر عليها تايبي جاء ذلك بعد منورات عسكرية نظمتها الصين في وقت سابق في مياه مضيق تايوان تخلى لها إطلاق نار بدخيرة حية فيما تواصل الصين ضغطها العسكرية على تايبي للقبول بسيادتها عليها ارتفع عدد القتلى في الفلبين نتيجة للعاصفة المدرية ترامي وذلك إلى 46 قتيلا مع وجود 20 أخص في عداد المفقودين فيما حذر المسؤولون من أن نمط التقس قد يؤدي إلى عودة العاصفة لتكتاح البلاد بأمطار غزيرة ورياح عاتية من جديد الأسبوع المقبل وذكرت هيئة الدفاع المدني الفلبينية أن الوفيات والإصابات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بسبب انهيرات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى زات صلة بالعاصفة أغلبها في منطقة بيكول وسط البلاد التي تعرضت لأمطار غزيرة أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي المالية العالمية ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة احتياجات التمويل المتزيدة جاء ذلك خلال مشاركة المحافظة في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والذي استمرت فعلياته على مدار يومي الثالثة والعشرين والرابع والعشرين من أكتوبر الجاري وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من الحادي والعشرين إلى السادس والعشرين من أكتوبر 2024 بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتنولت الاجتماعات العديد من القضايا الهم على المستوى الدولي مثل الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر وتطورات الجيوسياسية وتعزيز النمو المستدام وتطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف أجرى وزير المالية أحمد كوجو جولة جديدة من حواره الممتد مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أكد الوزير أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحلين والدولين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنفسية ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وأكد أيضا وزير المالية أن نتائج الأداء المالية خلال الربع الأول تعد جيدة جدا وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة وقعت تخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاطة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلا من عام 2024 جاء ذلك خلال مشاركتها في فعلات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن يأتي هذا التجديد تأكيدا على التزام طرفين بتحقيق هدف البرنامج القطري الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا للمعايير الدولية هذا وتشارك عشرون جهة وطنية في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته كما يتضمن البرنامج نحو 35 مشروعا وفقا لخمسة محاور أساسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات بالإضافة إلى التنمية المستدامة تابع وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني سير العمل بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وذلك بعدد من المدن الجديدة شاملت مدن العبور الجديدة، سوهاج الجديدة، حضائق العاصمة، ألمينيا الجديدة، وقنى الجديدة أصدر الشربيني تكلفات لرؤساء جهزة المدن الجديدة بوضع خطط مكثفة للانتهاء اتباعا من تنفيذ وحدات المبادرة تمهيدا لتخصيص الوحدات وتسليمها للحاجزين كما وجه الوزير بمواصلة الجولات الميدانية بالمشروعات للتغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير وأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ ضمانا لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور والرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة فعليات ورشة العمل التي أقيمت بعنوان الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار والكشف عن المزايا الاستثمارية في كافة القطاعات حيث أكد عشور أن منظمة التعليم العالي تشهد توسعا كبيرا بفعام غير المسبوق من جانب القادة السياسية لاستعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجماعية لفتا إلى أهمية تقديم الجماعات برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولية ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لأن الهدف هو توحيد الجود الوطنية والتكامل والتنسيق لتطوير الآليات لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول للمناطق الأكثر فقرا والحد من الفقرة وخروج الفئة الأكثر احتياجا من دائرة الفقرة يهدف التحالف أيضا إلى تكوين اختياطات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية وقع رئيس هاية الرعاية الصحية والمشرفة العام على مشروع التأمين الصحية الشامل أحمد السبكي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات صحر نصر وقع بروتوكول تعاون ثنائي لدعم الجهود المشتركة بين الجهتين لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لغير القدرين بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة تقديم خدمة صحية مميزة للفقراء والمحتاجين وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والمسلزمات الطبية لضمان التعامل مع الحالات الحرجة والطريقة مؤكدا أن توجهاته الدائمة لبيت الزكاة وصدقات لاستثناء المرضى من الإجراءات الروتينية التي تستلزم وقتا طويلا لاستخراج موافقات الألاج لغير القدرين وجه وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم باستمرار التنصيق بين أجهزة الري والميكانيكا والإدارة المركزية الأسوان بشأن تشغيل محطات الإقراء والطويسة وإدراو ومتابعة حالة الترع الرئيسية وفرعها وخلال متابعته الموقف المائي بمحافظة أسوان وجه سويلم بإعداد خطة عاجلة لضمان مرور الموسم الشتوي بدون أزمات فضلا عن إجراء دراسة متكاملة لموقف تشغيل وصيانة المحطات وإمكانية التحول للري الحديث بواد النقرة وأكد أسويلة مع الأهمية استمرار التنصيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة تواد النقرة بتنظيم فترات الري والمنوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات والتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين ترأس توزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التنمية المحلية منال لعوض الاجتماع العاشر للاجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة لمتابعة وتقييم أنشطة البرنامج الوطني وخططه المستقبلية حيث أكدت توزيرة البيئة أن الدولة بكافة أجهزتها تول اهتماما كبيرا لحل مشكلة المخالفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية مشيرة إلى سعي الوزارة لجعل عدد من المحافظات التي يستهدفها البرنامج الوطني للمخالفات تجارب نجحة يمكن تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية من جهتها أكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة جاهدة لتوفير كافة الاحتياجات للنهوض بمنظومة المخالفات تابعت وزيرة التنمية المحلية من العواض مع المدير الإقليمي لبرنامج الأول المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدايا آخر الترتيبات لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورة الثانية عشر والمقرر إنعقادها في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر نوفمبر المقبل أكدت الوزيرة حرص الحكومة على خروج المنتدى الحضري القادم بصورة طليق باسم مصر لافتة إلى أنه تم توجيه دعوات رسمية لعدد من الزعماء والقادة رؤساء الحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية كما وجهت بضرورة استمرار التنصيق بين كافة الوزرات والجهات المعنية للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة باستضافة المنتدى تعقد فعليات الدورة التاسعة لملتقى القهرة الدولي لفن الخط العربي دورة الخطات الكبير محمد حمام الذي ينظمه قطاع صندوق تنمية الثقافية وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية ويعقد منطقى القهرة التاسعة لفن الخط العربي بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش والجماعية المصرية للخط العربي يحمل شعار بناء يتجدد تأتي هذه الدورة في نسختها التاسعة لملتقى القاهرة الدولي للخط العربي وتحمل شعار بناء يتجدد وهذه الدورة شارك فيها إلى أول مرة يصل هذا العدد 160 فنان وفنانة من مختلف الدول العربية والأجنبية يشارك في هذه الدورة 16 دولة من دول العالم والعربي والدول الخارج للوطن العربي أيضاً معنى الصين ومعنى الهند ومعنى إيطاليا وبولندا واندونيسيا وماليزيا عدد كبير من الدول مع التقدم العلمي والتكنولوجي دلوقتي بقى الطلبة بيستسهلوا وبيكتبوش كويس في الكراريس الشكيل بتاعتهم فأنا النهاردة جيت معلد الخط عشان أحاول أخذ بعض القواعد بتاعت خط النسخة والرقعة أبسط الخطوط عشان أحاول أنقلها للطلبة إنهم يكتبوا كويس وتبقى دفاتيرهم كويس وبأخطوطهم كويس طرحةً هذه أول مشاركة عندي وأول حضور لي في مصر وبالضبط بملتقى القاهرة سعيدة بكمية الخطاطين المتواجدين وفنانين المبدعين بهذا الملتقى ما شاء الله عدد كبير ولوحات كثيرة فهذا راجع لأن مصر فيها مبدعين وفنانين بحجم كبير وفيها حب لهذا الفن الجميل شاهدنا وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة ثالثة من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى أبرز العنوي مشاركة مصرية فاعلة في قمة تجامع بريكس كدولة عضو للمرة الأولى والرئيس سيسي يستعرض رؤيتها للتعاون بين دول التجامع مصر توصل جودها بلقاءات مكاففة مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة ميقاتي يعتبر العدوان على الصحفيين في حصبية فصلا من فصول جرائم الاحتلال وبلينكين يؤكد ضرورة التوصل لحل ديبلوماسي للصراع في لجنان مشاهدين وصلنا ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشك في ملاقف بالمتابعة إلى اللقاء إلى ذلك اشتركوا في القناة